موسيقى اليوم تم توقيع هذا الاتفاق المهم بين المملكة المغربية و جمهورية البرتغال التي تهم العمالة والتي يهم المواطنين المغربة النساء والرجال الذين يريدون أن يمشون البرتغال لكي يعملون في شروط الحمد لله مناسبة جدا أولا والمهم في هذا الشيء كامل هو أنه حققنا بفضل هذه الاتفاقية المتوازنة شروط العمل والسلامة الصحية والمهنية هي شروط التي يتمتع بها المواطنين الجمهورية البرتغالية في بلادهم المغربة سيتمتع بنفس الشروط بدون استثناء وهذا مكسب مهم و أساسي ثانيا هناك تعبئة حكومية و لا سيما من طرف الوزارة بطبيعة الحال ديال الإدماج المهني ديال الإدماج الاقتصادي و ديال المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات عبر الوكالة الوطنية اللي إن عاش تشغيل أنه تكون واحدة مواكبة عملية بالنسبة للناس اللي غادي يمشيوا ولكن كان أيضا واحدة مواكبة تقنية مهمة و أساسية من طرف الوزارة نتاع الفلاحة لأنك كما تتعرفوا ربما المجال الفلاحي هو من المجالات اللي عندها واحدة الوزن المهم في هاد الاتفاقية كمواكبة تقنية لا في المشي ولا في الرجوع نتاع هاد الناس وبالتالي إحنا سعداء لتوقيع هاد الاتفاقية مع بلد صديق علاقات ديبلوماسية معها هي علاقات متميزة عبر التاريخ ماشية غير اليوم وهي علاقات كتحضاء الحمد لله بواحد العطف خاص من طرف صاحب جلالاينسرو من طرف الرئيس البرتغالي والتي تميزت بعدد من المنجزات في عدد من المواضع وهذا اللابنة اليوم تأتي لتكملة هذا الصرح المهم اللي بنته المملكة المغربية مع الجمهورية البرتغالية لصالح المواطنات والمواطنين في البلدين والاقتصاد وشكرا لا تنسوا تابنوا وفلاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبخيس وتبقى تأتيوا مع أصحابكم اشتركوا في القناة